تسلل طائر بولبول في العاشر من شباط الجار إلى طائرة في مطار أربيل الدولي قبل أن تقلع متجهة إلى النمسا وهناك عميدة السلطات دون إطلاق سراحه وترحيله إلى أقليم كردستان مرة أخرى وخطبت إدارة مطار فيينا نظيرتها بمطار أربيل وعلمتها بقرار ترحيل البولبول على متن الطائرة التي جاءت به وأشار مدير العمليات في مطار أربيل الدولي سليمان طاها إلى أن الحادث طبيعي وأن الطاقم الطبي في المطار استلم البولبول وسيطلق سراحه لاحقا